أونرولا في ظل صراع الحرب الباردة ثامنا دعم المعصر الشرق الاتحاد الصوفياتي لحاطة التحرر الأونرولية الحلقة الثانية والثلاثين من سلسلة انعتاسات الحرب الباردة على إفريقيا السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأثنوا المصدر ومرجع المعلومات دعم المعصر الشرق الاتحاد الصوفياتي كانت علاقة الصوفيات مضطربة مع القيادة الأونرولية أثناء حرب التحرير فعلى الرغم من تأييد الصوفيات استمرار الحارة الشابية لتحرير أونرولا مابالا إلى أنهم لم يجدوا طريق سهلا للتعامل مع دوستينو نيتو زعيم الحركة ليس ذات فحص بل إنهم استمروا في تأييد دانيال تاشي باندا وعوانه المنافسين لنيتو وتطعوا مساعدتهم للحارة الشابية ولكن عندما بد واضحا أن تاشي باندا ليس في مرضوره تحرير النص سارع إلى تأييد نيتو وربما كان عامل التحول في الطرار الصوفياتي يرجع إلى التوجهات الصينية التي كانت السند الرئيسي للجبهة الوطنية لتحرير أونرولا فان لا خصوصا في أوائل عام 1975 ميلادي وقت تحرك الاتحاد الصوفياتي في حرب أونرولا وفطا لدوافع عديدة منها أولا الدافع الإيديولوجي بدأت الصيلات العقائدية الإيديولوجية بين الاتحاد الصوفياتي والجبهة الشعبية لتحرير أونرولا مابالا منذ أول الستينات على أساس أنها حارة سياسية تقدمية للشعب الأونرولي أسستها دواي العمار في لواندا منذ العام 1956 ميلادي وأنها انشئت بمبادرة من الحزب الشيوع الأونرولي وعزز من ذلك الزيارة زعيمها أودوستينو نيتو موسطو في منتصف الستينات انضمام العضوية منظمة الجبهة الصوفياتية ومجلس السلام العالمي ثم تقررت زيارته بعد ذلك التي شجعت الاتحاد الصوفياتي ودول المعصر الشرقي على إرسال مساعدات أسرية منتظمة للحركة إضافة إلى التدريب العسري لقواتها وعزز من ذلك أيضا استحسان موسطو للتنظيم السياسي للحارة الشعبية مبالا من الناحية العطائدية ثانيا الدافع المصلحي مثلت المصالح القومية للاتحاد الصوفياتي نتيجة لبص نفوذي على الحكومة الشعبية بعد استطرال إحوال في أونرولا أحد الدوافع للدعم الصوفياتي للحارة الشعبية مبالا فالوجود الصوفياتي كان يعني حصولهم على منفذ استراتيجي مهم على المحيط الأطلسي وعلى طول الطريق الذي تسلطه نقلات البترول المتجهة من الشر الأوسط طيلة الساحل الأنرولي إلى أوروبا خصوصا خلال فترة إغلاق قناة السويس أمام الملاحة العالمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد